تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد ما كان في ليلة أصعب في تاريخ فرونتينو بيريز من ليلة لعد نهاية دولة أبطال أوروبا 2010 في البرنابيو في طرف كان في لابس مش نايدر وفي طرف آخر كان اسمه آريون روبين الاتنين مع بعض تم بيعهم بما يقارب 50 مليون يورو يعني أقل من سعر ريكاردو كاكا اللي كان عم بيعيش موسم سيء جدا أول مع ريال مدري الناس وقتها ما كانوا شايفين الأربع دوري أبطال اللي اجت مع زيدان وأنشلوتي ما كانوا شايفين هذا الشيء كانوا شايفين يا بيريز ضيعتنا بعت اتنين بيقدروا نحبون هاي دوري الأبطال اللي احنا بنحلم فيه اللي بدنا الحاشرة شنايدر وصل في صيف موسم 2007-2008 إلى ريال مدريد قادم من آياكس مقابل 27 مليون يورو تقريبا وقت هذا الرقم كان محترم فهو كان سادس أغلى صفقة بالصيف كله لما وصل أعطوه رقم 23 مثل ديفيد بيكهم سابقا وشنايدر قدم موسم أول ممتاز سجل تسع أهداف صنع سبعة كان دوره كثير واضح في صناعة اللعب ومن أول مبارأ له عمل تأثير كان فيربي مدريدي نزل سجل هدف الفوز بالدقيقة 80 لفريقه 2 و 1 فقلب ريال مدريدي النتيجة على أتلاتيكو كان موسم أول بكل معطياته شنايدر مؤثر شنايدر ملموس فاز ريال مدريد بلقب الدوري الموسم الثاني انحدر بشكل مش طبيعي في 2008-2009 تراجع رهيب لشنايدر لاعب بينزل فقط دقت تمريره فقط حماسته فقط لياقته بشكل ملموس صار كثير بعيد ثم جاءت إدارة بريز في 2009 إدارة بريز أجبرت واحد يرحل اللي هو شنايدر روبين هو لما حس حاله معه أساسي وحسب تصريحات لفالدانو هو اللي طلب يرحل وبالجريني قال له خليك خلينا نجرب قال له لأنا لازم أطلع فراح على بايرم شنايدر فالدانو باعترافه الرسمي أنا قلت لازم يطلع توتنهم أي فريق لازم يروح فطبعا رأى على انتر ميلان مقابل 15 مليون يورو لكن ما عرفنا وقته لش للمدريد أجبر ويطلع لكن لما إجت سيرة ذاتية لللاعب قبل أعتقد شهور اتكلم فيها بصراحة قال بعد نجاحي في الموسم الأول أدمنت الكحوليات اللاعبين صاروا ينصحوني لأ هذا الشي ما حيفيدك لكن ما سألي تكمل فالموسم الثاني بلشت أفقد تركيزي بلشت أفقد حماسي لللاعب والأهم من ذلك إنه جسدي كان عم بينهار كنت أحاول أخبي هذا الشي بمكري الكروي لكن في النهاية أوصرت لحد مش قادر وهذا الشي يبدو إنه إدارة ريامن ريد عرفته فعشان هيك كانت مش متسامحة شنايدر مهما كان لعيب لازم يطلع بره رح على الانتر بدايته مع الانتر كانت مجنونة وقع اليوم موريني يقول له بدك تلعب بالديربي بكرة ديربي ميلان والناس انصدمت بالإعلام أنا أذكر لحظتها أنه شو بيعمل هذا المدرب جاء شنايدر يعني فعليا نسي كأنه نازل بالطيارة رايع على الملعب نزل اللاعب مش طبيعي المدرب كأنه عارف شو بديه يعمل 1-2-3 فشنايدر صنع فرق كبير قاد الإنتر للفوز بـ 4-0 تمريرات آذة لعيبة ميلان فككت دفعهم بشكل واضح ظهر كأنه نقطة الارتكاس تحت الفريق في الهجوم موريني طلع تكلم بصراحة قال أنا جبت شنايدر لأنه حيفرق معي كثير في الهجمات المرتدة واللي لحظ الإنتر في موسم التاريخي 2010 شنايدر كان فعلا معظم المرتدات الخطيرة للإنتر تبدأ من واحد وصلوا للكرة إما بيفتح لعب أو بمرر تمريرة حق مهاجم أمام المرمى موسم مذهل مع الإنتر في 2010 في نصف النهائي سجل أمام برشلونة في مباراة تنسى مباراة عظيمة قادها شنايدر أمام ريمولتادة كبيرة صارت في نفس المباراة تقدم برشلونة واحد سفر رجع لإنتر ثلاثة واحد يعني شيء لا ينسى في ذلك اللقاء له سجل التعادل وقدم تمريرات يعني جنة عيش لعيبك لإنتر في المرتدات بجنة وفي النهائي صنع الهدف الأول لديه وفي كل موقف صعب كان مورينيو يرتكز على شنايدر فانتهى الموضوع بثلاثية تاريخية ما عملها أي فريق إيطالي إلا إنتر ميلان وشنايدر رجع قدم موليديار رهيب في 2010 ووصل القمة مرة ثانية وطالبه كثير بمنحه الكرة الذهبية اللي ذهبت للينا الميسي بعدها رجع شنايدر لنفس نارو الانحدار في كتابه ما وضح إذا هي مسألة الإدمان اللي كانت عنده ضلت مستمرة بفترة إنتر ميلان بعد الموسم الأول وبعد رحيل مورينيو فقدان الفريق الحماس كله بعد رحيل مورينيو وإلا لا لكن بلاش ينصاب كثير وبلش اللاعب يبعد كثير عن مستوى وقدم يتكلم عن اللاعب الجميع بيحبه تقريبا في كورة القدم وقدم موسم خارق واحد موسم خارق فعلا واحد نعم لعب يورو 2008 كويسة لعب كأس عالم 2010 كويس بس هذا بينضم لموسم 2010 شنايدر قصة غريبة إنبعه 15 مليون جاب ثلاثية في موسم واحد بتكلف أندي ثانية مئات الملايين مورينيو وصفه في إحدى الحوارات بإنه أهم قطعة في ثلاثية الإنتر مورينيو وصفه بحوار ثاني إنه هو وديكو أفضل لعبين مركز عشرة دربهم في حياته وقال لأنهم الاثنين مستعدين يدافعوا مستعدين يضحوا مستعدين ينضبطوا وبنفس الوقت لمساتهم ذهبية ساحرة شنايدر حيضل قصة في كورة القدم رغم إنه ما اتقلق لفترة طويلة نوصل هناك حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة